قبل أقل من أسبوعين من موعد تقديم الترشيحات للانتخابات التشريعية، الرئيس التونسي قيس سعيد ينتقد بشدة عملية نيل التزكيات الترشح. الرئيس سعيد خرج في تصريحات أمام رئيسة الحكومة ليطالب بتعديل مرسوم الانتخابات لمواجهة هذه المخالفات. كما دعا إلى تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد التي باتت سوقاً تباع فيها الذمم وتشترى حسب تعبيره. الرئيس التونسي أشر أيضاً إلى أن هدف من تم إيقافهم وإحالتهم على القضاء هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبث الفوضى. جاءت هذه التصريحات على خلفية توجيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتهامات لبعض المرشحين بالحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية. وفتحت النيابة العامة تحقيقات بشأن تلك التجاوزات التي من أبرزها استعمال بعض الراغبين في الترشح وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض الانتخابية إلى جانب تقديم البعض هدايا أو عطايا نقدية للتأثير على الناخب. حيث يجرم قانون الانتخابات ذلك ويتعارض مع مبدأ النزاهة. ويشدد قانون الانتخابات في تونس على أهمية النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية منذ بدايتها. ويشترط على المترشح جمع أربعمائة تزكية تكون منصفة بين النساء والرجال مصحوبة بإمضاءات. ترجمة نانسي قنقر